سيد خليل شاهين فيما يخص سؤال عن الرشقات الصاروخية التي أطلقت لآخر لحظة ليلة البارحة قبل بداية عملية الليل في إسرائيل أو في غزة انطلقت من نفس الأماكن ماذا يعني هذا وماذا يعني لو تستمر بعد فترة من نفس الأماكن أيضا؟ يعني يوم الأمس كان ملفت في واقع الحال فيما يتعلق بإطلاق الصواريخ من قطاع غزة ملفت من حيث المدايات التي وصلت إليها من حيث تكرار إطلاق الصواريخ ومن حيث ضقت الإصابة كانت هناك إصابات يوم أمس وكان هناك تساؤلات حتى في أوساط محللين العسكريين أين ذهبت القبة الحديدية؟ لماذا لم تضطرد الصواريخ التي وصلت إلى تل أبيب، ريشون، لتسيون، حولون وغير ذلك من المناطق وأوقعت خسائر في صفوف الإسرائيليين؟ فضلا عن استهداف إلاك بأحد الصواريخ أولا من أمس كل ذلك يشير أولا إلى أن المقاومة الفلسطينية توجه رسالة واضعة لإسرائيل التي ادعى ناطقوها ناطقوها الجيش الاحتلال فيها بأنهم لاحظوا تراجع قدرة الفصار على إطلاق الصواريخ أي أنهم تمكنوا من المس بقدراتهم تمكنوا من تدمير فتحات الأنفاق التي تنطلق منها الصواريخ كل ذلك جاء عليه الرد واضح يوم وأمس بتكرار وتكثيف عمليات إطلاق النار أيضا هذا الأمر يشير إلى أن رغم كثافة النيران التي في سياق الحرب التي تشنها إسرائيل إلا أن المقاومة لا تزال تحتفظ بقدراتها على التخطيط على الاتصال وعلى ضبط الإقاع المعركة في أوقات محددة يتحدد أحيانا ساعات محددة لإطلاق الصواريخ ويتم بالضبط إطلاق الصواريخ في هذه الساعات هذا الأمر يعني بأن قدرات المقاومة الصاروخية الموجودة تحت الأرض لا تزال إلى حد ما قادرة على مواصلة الإطلاق وإقاع خسائر في صفوف إسرائيل لفترة طويلة قادمة التقنين الذي شهدناه حتى الآن يشير إلى أن قيادة المقاومة تدرك تماما بأن هذه المعركة قد تطول لفترة طويلة وللتالي هي تقوم بتنظيم إطلاق الصواريخ لإرسال الرسائل حول قدرتها على إقاع الخسائر قدرتها على الرد في الوقت المناسب وامتلاكها أيضا صواريخ متفجرة كالتي شهدناها يوم أمس أتوقع أن يستمر هذا العمل ولكن التركيز على ما يبدو الآن ينتقل إلى معارك الالتحام البري شهدنا يوم أمس قدرة كبيرة في تسجيل صفحات من المقاومة الرائعة في مواجهة القوات التي حاولت أن تتوقع المحاولة التسلل عبر البحر جنوب غرب رفح تم التصدي لها وهم على الساحل أي أنهم لم يتمكنوا من النزول إلى اليابسة وكذلك فيما يتعلق بالتوغلات التي جرت شرق قطاع غزة بالنزوح إليها ويجري الضغط عليها بشكل متواصل أول من أمس كان هناك محاولة للضغط على المنطقة الواصلة ما بين خانيونس وما بين رفح والتقارير تشير لتكبد القوات التي حاولت أن تتوقع هناك خسائر كبيرة ولذلك وجدنا محاولة للتقدم في مناطق ربما كانت تعتقد إسرائيل أنها رخوة في شرقيا نحن نتحدث عن منطقة البريج عند الدير البالح بوسط قطاع غزة وخاصة أن هذه منطقة ضيقة تعتقد إسرائيل أن اختراقها يمكن أن يؤدي إلى قطاع قطاع غزة على الأقل إلى قسمين شمال قطاع غزة حتى ببدايات منطقة الوسط ومن ثم جنوب قطاع غزة